ازايكم حبايبي عاملين اي رب تكونوا بخير طبعا كتير منينا بدور على وصفة كل نجحة ومضمونة 100% وزاي ما اتفقنا قبل كده اي وصفة بنزل على القناة بكون مجربوها وضمنها 100% قبل ما نزلها لكم الوصفة بتاعت النهاردة حلوة جدا هتعجبكم اوي اوي من الوصفات النجحة اللي هي هتجربيها وانت مغمضة وهجيب معاك نتيجة 100% وانت اللي هتحكمي كمان بنفسك لما تجربيها وصفة النهاردة كل المحتاجية فيها هو السمسم زي ما احنا عارفين ان السمسم ليه فوايد كتير اوي للبشرة وكمان ليه فوايد للجسم وليه كمان وصفات كتير جدا ومتعدد الاستخدام بس الوصفة بتاعت النهاردة من انجح الوصفات اللي هتستخدميها من وصفات السمسم اللي هتجيب معاك نتيجة على طول كل المحتاجة في الوصفة بتاعة النهاردة هو معلقة من السمسم السمسم العاجي اللي احنا بنستخدمه ببدأ ان انا اخده وبطحنه في المطحنة بتاعة الخلاط لحد ما يبقى بودرة يعني انا عايزة السمسم يبقى شبه الجي ايه كده عايزة اطحنه لحد ما يبقى بودرة بعد ما بطحن السمسم وخليه بودرة بحط عليه ايه؟ بحط عليه معلقة من الزباجي او معلقة من اللبن يدايا دا مفيش اي مشكلة بعد كده بجيف عليها معلقة من العسل الابيض وب intermittفعليها نص لمونة نص لمونة يكون صغيرة يبقى معلقة سمسم مطحون بدرة عليها معلقة لبن او معلقة زباجي عليها معلقة عصال بيض عليها نص لمونة دي مكونات المسك عندي سمسم زبادي LMON عصال بيض هم دو مكونات المسك ببدأ ان انا احطهم كلهم على بعض وببدأ ان انا ادمجهم لحد ما يدوني كوام كريمي كده بعد ما بدمجهم وبيدوني كوام كريمي بعمل ايه ببدأ ان انا اطبق الخلطة على المكان اللي هو البشرة او الايد ينفع للبشرة وينفع الايد وكمان ينفع للرجل لو الرجل عندك برضو مسودة او كعب الرجل فيه اشور بينفع ليهم وكمان ينفع للرقب والكوع ويمكن كمان عايزة تعمليه للجسم كله وجسمك فيه اماكن غمقى عايزة تفتحيها استخدميه مفيش اي اضرار منه بس بتستخدموهش في الاماكن الحساسة او الاماكن اللي تحت البوت تمام يبقى احنا اتفقنا ان الوصف بتاعتنا جي المكونات بتاعتها تة يبقى اي نتطبقت الوصفة دي بعمل ايه بعد ما بحط المسك دا وعملته بحطته على جسمي او على بشرتي وببدأ ان انا اسيبه لحدا ما ينشف بدهنه وبسيبه لينشف بعد ربع ساعة بابدع ان انا افرقه افرقه اياع لاقي بعد ما بفرقه بشوف بقى النتيجة بتاعته بعد ربع ساعة بالزبط ببدأ ان انا افروك المسكده ااا بعد ما بفرق المسكده باخش شخص الايدي او ويشي او المكان اللي انا حط عليه المسكvre بخسله مياه ايه بمياه ايه ب من الحنفية يعني مية عادية يعني بقى بحط المسك اطبقه اسيبه ربع ساعين شاف افرقه ادخل اخسله بعد ما بخسله بحط اي نوع مرتب عندي او ما عنديش بمشي بشو اي بتاع ده اه بحط التلج او بمشي باللي هو بحط ميت ورد يعني المتوفر عندك تمام ما توقفش نفسك ما عندك ايش ما تحطيش حاجة عادي ممكن ما تحطيش في المسك ده ما تحطيش ليه لان المسك ده هنعرف بيعمل ايه اول حاجة المسك ده بيعمل ايه معي بيفتح معي البشرة بيبدأ ان هو يفتحها بيشيل البقع اللي هي اه البقع اللي بتبقى في البشرة او التسبغات او الكلف بيبدأ ان هو يشيلها بيوحد لون البشرة بيفتح الهالات السودة لانه بيزود مادة الكولاكيجين اه بيعزز الدورة الدموية فبيتجي نظارة كده واشراك وتلاقي وشك كده محمر كده طبيعي اه كمان بيعالج الندبات والجروح والحاجات اللي هي بتبقى في الوش الاديمة يعني لو عندك اي جروح اي حاجة اي تعاوير وفيها اثر بيشيلها وبيقضي عليها كمان بيعالج معي ايه بيعالج اللي هو اثر الحبوب اللي هي اللي بتطلع في الوش بيبدأ يعالجها كمان بيعزز الدورة الدموية بيخل دورة الدموية تجري كده في البشرة كده بتحس ان وشك كده بقى مشرك قوي ويفتح معاك وبيديكي كمان نظارة وبيديكي ترتيب وتنعيم هتلاحظي ترتيب وتنعيم بجد حكاية بجد يعني هتحطي منه هتلاحي بشرتك كده بقت يعني بتدوي كده تحس ان عارفة لما بشوفي كده ناس بشرتهم كده مشاء الله تحس ان هي فتحة كده وتحس ان وشيهم محمر كده نفس الوضع هيعمل معاكي هيشيل كل حاجة في الوش اه 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 اثار اجيمة من حبوب بقى من من جروح من اي حاجة بيبدأ ان هو يعالجها وبيشيلها حتى الهالات بيعالجها معاكي كمان بيحارب معاكي اللي هو الشيخوخة المبكرة بيحارب الشيخوخة بيحارب ييجي على التجاعيد بيقلل من ظهورها وكمان الخطوط البيضة اللي بتظهر كده تحت العين او كلام ده كل ده هو بيحربه وبيبدأ انه هو يقلله وبيبدأ مع الوقت انه هو يخفيه بس تخدم الوصفة دي لعيدة تستخدميها بتحصل على نتيجة سريعة استخدميها يوميا كل يوم لو مش مستعجلة على النتيجة يبقى استخدميها يوم ويوم 3 مرات في الأسبوع بس لو طبقتشها كل يوم انت هتلاحظي خلال الأسبوع اختلاف تام في بشرتك هتلاحظي ان مع الاستمرار هتلاقي طبعا اي وصفة بنجيبها او بنحضرها لازم ان احنا نستمر عليها ما اعملاش مرة ويقول ما جابتش نتيجة لازم اقل حاجة ووصفة تجربيها لمدة شهر بعد كده تحكمي عليها عشان كل بشرة بتختلف مش كل البشرات زي بعد فيه بشرة بتقبل على طول وتشتغل على طول وفيه بشرة بيبقى اللون بتاعها مسودة قوي بالزيارة عابل ما تفتحي درجات وترجع لطبيعتها وبعد كده تفتح افتح فبتاخد وقته على حسب كل نوع ينفع حتى للبشرة الدهنية الحساسة الجفة اي نوع بشرة حتى المختلطة المسك ده لأي بشرة يمشي وزي ما اتفقنا اي وصفة بتجربيها قبل ما تحطيها على وشك بتحطيها على رقابتك او بتحطيها على اديكي وبتسيبيها شوية لو لقيت في احمرار ورم تهيك في الجلد اكلان هرش يبقى الوصفة دي ما تنفعكيش طبعا الخطوة دي احنا معتمدينها في اي حاجة بنجيبها اذا كان وصفات بنحضرها في البيت او وصفات او حاجات بنشتريها جهزة كريمات بقى مسكات اي حاجة بس الوصفة دي هي كده كده تمشي مع جميع انواع البشرة بس دي برضو خطوة يعني لابد منها يعني عمليها برضو مش هتخسري حاجة تمام عايز اقولك بقى ان اهم ميزة للمسك ده هي ان المسك ده لما بتعمليه بعد ما بتعمليه بتحطيه على وشك وتبدأي ان انتي تخسليه بعد ما بتخسليه بتنزلي الشارع مثلا جيتش نزلت واحدة مشوار مش حتى مكياج المسك ده لو نزلت بيه بيعمل ايه بيحميك من اشاعة الشمس الضره يعني فيه ناس بشرتهم بتمتص الشمس كده بمجرد انهم يعني يتعرضوا الشمس بشرتهم بتسمر كده بطريقة رهيبة فبيبقوا عايزين حاجة تحمي فالمسك ده عامل زي السامبلوك زي بيديك طبقة حماية بتبقى على بشرتك انه هو لما تعرضي لاشاعة الشمس متأثرش فيكي فبيحميك من اشاعة الشمس الضره عشان فيه بتيمناكي كتير قوي ضد الاكسادة تمام فدا كان الفيديو بتاعي النهاردة ياربا كون قدرت افتكوا واستنوني في فيديو جديد واستنى رأييكو بعد ما اتطبقوا الوصف عشان انا متأكدة مية في المية ان هي هتعجبكو وان هي هتجيب معاكو نتيجة اشتركوا في القناة